في سياق متصل أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مجددا موقف بلاده الرافض لبقاء رئيس السوري بشار الأسد في السلطة قائلا إنه لا ينبغي له الترشح للانتخابات المقبلة في سوريا اعتبر أولاند في تصريح صحفي أن حل الأزمة يكمن في إجراء انتخابات بعد إحلال الأمن لكن من دون مشاركة الأسد وأضف أن مشاركة الأسد في حال إجراء أي انتخابات جديدة ستكون بمثابة إقرار بعجز المجتمع الدولي في التوصل إلى حل